موهبة النجم الأردني الراحل يسر المصري ما اختلفش عليها تنين أخلاقه الكل كان بيشهد بيها اسمه وعمره ما تذكر في إطار خلاف أو مشاكل عايش في هدوء ورحل في ضجة كبيرة هزت الوطن العربي كله حبه للفن ما كانش ليه حدود وشغفه لا يقدر بتمن نهاية رحلته في 2018 عن عمر ناهي 47 سنة كانت مؤسرة وكواليس المشهد الأخير في حياته هتعرفها معي لو طبعتني للآخر اسمه بالكامل ياسر سبتي محمد المصري اتولد في نوفمبر 1970 في الكويت لأسرة مكونة من سبع أخوة درس هناك لحد السنوية واتقرج من الأكاديمية الأردنية الموسيقية وبدأ حياته المهنية كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية وكان أول عام المسرحي ليه بعنوان كلاكات ضمن مهرجان الشباب الثاني الأردني ومن هنا زاد ارتباطه بالمسرح والتمثيل لحد ما تم ترشيحه للمشاركة في مسلسل عرس السقر سنة 1996 و2007 مسرت الانطلاق الحقيقي لياسر المصري على مستوى الخليج العربي وده بعد نجاحه المبهر في مسلسله الشهير نمر بن عدوان اللي جسد فيه شخصية أمير شعراء البادية العربية بإتقان وتألق بالغ وحقق المسلسل نسب مشاهدة قياسية وعمل من خلاله قاعدة جماهرية عريضة واطلق عليه لقب فارس دراما البدوية وفي الوقت اللي كان كتير متوقع أن يكون أجر الفنان عن المسلسل ده بالملايين اتضح أن أجره كان 10,000 دولار بس ولما تسأل عن ضعف أجره مقارنة بمجهوده قال الفلوس ما تهمنيش غير في تسيير أمور حياتي والأهم هو الدور اللي لعبته أول ظهور للراحل في السينما المصرية كان بدور زابط الجوازات في فيلم الطريق إلى إيلات لكنه أبهر الكل بمشاركته في فيلم كف الأمر للمخرج خالد يوسف ومن بعده شارك في أكتر من مسلسل مصري أبرزهم الجزء الثاني من مسلسل الجماعة واللي جسد فيه شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومن الشخصيات اللي كان بيحلم يجسدها على الشاشة سيدنا حمزة بن عبد المطلب وعمر المختار حياة ياسر الشخصية كان بيحاول إبعادها قدر الإمكان عن الإعلام فهو كان متزوج من الصحفية الأردنية نسرين الكرد ولو منها ثلاث أبناء زيد ورايا وجنة ونسرين هي الأخت غير الشقيقة للفنانة السورية كندا علوش فولت كندا بعد انفصلها عن والدها اتجوزت أردني أن جابت منه نسرين والغريب أن الفنانة السورية عمرها ما ذكرت أي تفاصيل عن الحكاية دي في الوقت اللي دايما بتتكلم فيه عن أخوها بدر علوش ياسر ما كانش فرد عادي فعالته فأخواته كانوا بيعتبروا كبرهم وسندهم من بعد والدهم اللي عانى بسبب رجليه وكان ياسر بيهتم بكل كبيرة وصغيرة لكل أفراد أسرته وطبعا على رأسهم والدته اللي كانت بتكنل ابنها ياسر مع عزة خاصة جدا وعشان كده رحيله المفاجئ حطمهم كلهم آخر لقاء لياسر كان على شاشة تلفزيون الأردني قبل رحيله بساعات والغريب أنه قرر يهني والدته على الهوى بالعيد وكأنه عايز يودعها قدام العالم كله وده قبل ما ياخد أسرته ويروح لها بنفسه عشان يعيد معاها ومع أخواته تصرفاته كانت غريبة شوية كل شوية يسأل والدته عايزة حاجة نفسك في ايه أجيبهولك ولما تقول له الله يرد عليك يا ابني يهزر ويقول لها طب أجيب لك لبن العصفور بيت عيليس ياسر كان في مدينة الزرقاء الأردنية واللي بتتميز بمنحدراتها القوية واللي رسم واحد منهم مشهد النهاية في حياة النجم الراحل وعن كواليس وقال أخوه أسامة عربية خطيب بنت أخونا محمد كانت عطلانة فحاول ياسر يصلحها وركبها وكان جنبه ابن أخوه وفجأة العربية تحركت ونزلت بسرعة جديدة على المنحدر ولما تيقن ياسر من نهايته المحتومة أنقذ ابن أخوه أجبره ينطم العربية في الوقت اللي اتصدمت فيه العربية برصيف عالي واتقلبت الإسعاف نقلت ياسر على المستشفى كان لسه عايش مسكت راسه لقناته الشهادة وخلال نقل الوحدة العناية المركزة فارق الحياة وهو بيقول لا إله إلا الله